بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام وعلى تلك التنظيمات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتماعي إلى القمة السامقة النظيفة الوضيئة التي رفعه إليها يجيء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن حقيقة ما يريده الله لها بهذا المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيمات وعن حقيقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن منهج الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إن الله سبحانه يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم ويطلعهم على ما في المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر إنه يكرمهم سبحانه وهو يرفعهم إلى هذا الأفق الأفق الذي يحدثهم فيه ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لهم إنه يريد أن يبين لهم يريد الله ليبين لكم يريد الله ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه الحكمة وأن تتدبروها وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست معميات ولا ألغازة وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها وأهل لبيان هذه الحكمة لكم وهو تكريم للإنسان يدرك مداه من يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فيدركون مدى هذا التلطف الكريم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فهذا المنهج هو منهج الله الذي سنه للمؤمنين جميعا وهو منهج ثابت في أصوله موحد في مبادئه مضطرد في غاياته وأهدافه هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان على مدار القرون وبذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول الطريق اللاحب الطويل وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه إنه من هذه الأمة المؤمنة بالله تجمعها آصرة المنهج الإلهي على اختلاف الزمان والمكان واختلاف الأوطان والألوان تربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل ومن كل قبيل ويتوب عليكم فهو سبحانه يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ليرحمكم ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل والتوبة من المعصية ليمهد لكم الطريق ويعينكم على السير فيه والله عليم حكيم فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات ومن العلم والحكمة تجيء هذه التوجيهات العلم بنفوسكم وأحوالكم والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواع والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس بمنهجه وطريقته وحقيقة ما يريده بهم الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات فليس هناك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام وكل ما عداه إن هو إلا هو يتبع وشهوة تطاع وانحراف وفسوق وضلال فماذا يريد الله بالناس حين يبين لهم منهجه ويشرع لهم سنته إنه يريد أن يتوب عليهم يريد أن يهديهم يريد أن يجنبهم المزالق يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله ولم يشرعها لعباده إنهم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيمة عن المنهج الراشد والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة ميدان تنظيم الأسرة وتطهير المجتمع وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة التي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحريم ما عداها من الصور وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات فأما ما يريده الله فقد بيّنته الآيات السابقة في الصورة وفيها إرادة التنظيم وإرادة التطهير وإرادة التيسير وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلق الغرائز من كل عقال ديني أو أخلاقي أو اجتماعي يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم إلى حاجز ولا كابح في أي لون كان السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب ولا يسكن معه عصب ولا يطمئن معه بيت ولا يسلم معه عرض ولا تقوم معه أسرة يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من البهائم ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة كل هذا الدمار وكل هذا الفساد وكل هذا الشر باسم الحرية وهي في هذا الوضع ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات وقد كانوا يبذرون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي الذي لا عاصم منه إلا منهج الله حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان فيما يشرعه له من منهج وأحكام والتخفيف عنه مما يعلم ضعفه ومراعات اليسر فيما شرع له ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات فإرادة التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة وتنظيم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون المثمر وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف الله عباده عنة في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة بمراعاة فطرة الإنسان وطاقاته وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال وكثيرون يحسبون أن التقيود بمنهج الله وبخاصة في علاقات الجنسين شاق مجهد والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميصر مريح وهذا وهم كبير فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحر اللذة واللذة وحدها في كل تصرف وإقصاء الواجب الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول والأخير وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي ومن كل التزام اجتماعي إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطلاقا ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة وعقابيلها في حياة المجتمع بل في حياة كل فرد حقابيل مؤذية مدمرة ماحقة والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي تحررت من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه العلاقة يكفي لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت هناك قلوب لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة حطم الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية وهذه الفوضى ذاتها هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انهيارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وإنجلترا وغيرها من دول الحضارة الحديثة وهناك صور كثيرة مما تتكلفه البشرية الضالة في جاهليتها الحديثة من جراء طاعتها للذين يتبعون الشهوات ولا يريدون أن يفيءوا إلى منهج الله للحياة المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته وحمايته من شهواته وهدايته إلى الطريق الآمن والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته